مستمعين الكرام أينما كنتم تحية طيبة والسلام عليكم جميعا ونستهل النشرة بالعنوين اليوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم بدء وصول شحنات من القهوة والشاي والسكر والأرز على أن ينطلق التوزيع الأسبوع المقبل وفق وزارة التجارة الكيان الإسرائيلي يستهدف مجددا مقر اليونيفال بلبنان وسط تنديد دولي متنام ويصنف غزة جباة قتال ثانوية تحية طيبة تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وانقذت أمس فترة التعون في النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي فاز بها المترشح قيس سعيد بنسبة 90.69% دون تلقي أي تعن نقص فادح في بعض المواد الاستهلاكية على غرار مادة القهوة لمسنا خلال جولة في بعض المحلات التجارية والدكاكين بالعاصمة وتدمر منه بعض المواطنين في مايكروفون الزميلة مريم الغربي تحبنا والله تعبنا القهوة تصوروا توا قهوة تقودش حتى بتاع نهارين في الكافيتة ونتقصت عليها للولة برشا هو وقت ضايع نلوجه نجري على القهوة على السكر هو روز بثماش عذاب بزر ساعات كي نمشيوا القهوة يلزموا عليه بشيشي نوعية غالية بتاع القهوة أنا ساعني بشيشي القهوة العادية اللي نشوفيها الناس الكل السكر ما فاميش الحشيشة ما فاميش الزيت سابة ما فاميش الجيج الغلي القهوة ما فاميش دور برشا ويجه حدوها ما فاميش القهوة ما هيش متوفرة وإذا كانت توفرة اليوم تلقاها غدا ما تلقاها إذا كانت توفرة يجبك تشد عليها صفرهيب وعند كمية محدودة ومحدودة جدا بش تاخذها المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة سامي بعزيز أقر بوجود هذا النقص خاصة في القهوة والشاي والسكر والأرز إلا أنه أكد أن شحنات من هذه المواد ستصل ابتداء من اليوم وتوزع الأسبوع المقبل في كامل ولايات الجمهورية متى السكر ومتى الشاي ومتى القهوة ومتى الأرز الكميات هؤلاء موجودين صحيح ترجلنا نقصة اللي هو خارج عن متاق ديواني اللي هو مشكلة اللوجيستي عمنا كميات مشحونة في البواخة تقريب صحنا في حدود 400 حاوية تم شحنها وتصل إن شاء الله ابتداء من يوم 11 أكتوبر عمنا كميات مش بوصلة بالنسبة للمات الشاي صحنا تقريبا في حدود 500 طن تصل ابتداء من 11 أكتوبر بنسبة للمات القاوة إن شاء الله يوم الأحد تصل من كميات ذيها وتيبعا صحنا تقريب 3000 طن تصل من الأخر لإنشار نظام ويقع توزيحها ابتداء من الأسبوع الماضي إن شاء الله بنسبة للمات السكر تقريبا عن كميات موجودة وتكفي للتوزيع من 11 شهر نوفمبر ما تقريبا مع الملو 800 أخر بسبب الشحن وتوصل تقريبا في أول أسبوع 11 نوفمبر يعني من هنا لفر السنة عن كميات ملازمة بنسبة للمات السكر صادق مجلس الوزراء أمس على تنقيح القانون عدد 54 المتعلق بقانون المالية التكملي لسنة 2014 وذلك بإلغاء الفصل السادس عشر الذي يجرم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أوتوفوك 5000 دينار الخبير الاقتصادي بسام نيفر أكد أهمية ألغاء هذا الفصل للتسهيل المعاملات لعدد من الفئات منهم صغار الفلاحين والتجار والحرفين لافتا إلى ضرورة دعم هذه الخطوة بإجراءات أخرى لضمان عدم التهرب الضريبية والطبييذ الأموال حتى البرشة خدمات لأنه من ناحية العملية نعرفه مليحة خاصة بسبب الفلاحة من ناحية الجزارة اللي هم عارض توجه للأسواق بيح مسترين اللي يوزوا معهم مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 5000 دينار واللي مش مش يكون عنده بطاعة منين هو جيدها في المقابل طلطات الأمنية والديوانية طبق في القانون وهون يجا الإشكاليات اللي تشكيهوا منها برشة صغار الفلاحين وبعض الحراس فالفصل هذا مش ينحي نهائيا الإشكال هذا في نفس الوقت القانون هذا جا في إطار مقاومة الطبيب الأموال للتهرب الجبائي فنطر أنه ربما يتم اتخاذ قرارات أخرى في وقت لاحق وربما قالوا جيد الشيكات اللي واجبنا اليوم منصة اللي تنجم تتعامل بيها وتكون متأكدة اللي الفلوس موجودة تنجم تكون وسيلة تم استعمالها في المستقبل باش نتفادى المشاكل اللي احنا فيها اليوم وليتنحها في قانون هذا معاسترين مضعوض وفي نفس الوقت نظنوا ان المعاملات تتعذب في البنوك واللي بتباعة تساهم باش الناس اللي تاخد حقها المتعاملين الاقتصاديين وعبر الناتق الرسمي والمستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة عن استبشار الفلاحين بإلغاء هذا الفصل فضلا عن ترحيبين بإقرار تعوذ الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية استبشرنا البارحة بزوز حاجات في المجلس الوزاري أولهم إلغاء الفصل اللي كان يجرم حمل أموال أكثر منه خمس ألف دينار وإحنا كنا طلب نقبل طبيعة القطاع الفلاحي طبيعة فلاحة تونسي في تونس تتطلب إنه يحمل الأموال يهبط عجل اليوم باش يبيعوه يجيب له عشر حداشن مليون كيروح بالفلوس وإلا الهباط اللي مش يشري مش يزمعها الفلوس دونك فما دي ما ترف مش يتنقل بالفلوس في الزيتون ها وجايين موسم زيتون فلاح روما يقبل الشيك وعنا حالات فلاحة متاع بقرب باع أغنام 284 مليون شاك عند تقريب 6-7 سنوات دونك إشتماعنا برشا جلسات في وزارة داخلية مشكورين تفعلوا معنا ومتفهمين اليوم تجي الاستجابة من أعلى هرم السلطة النقطة الأساسية الثانية إصدار أمر الإجاحة في قطاع الحبوب اللي تأخر نوعا ما ولكن حمد الله البارح تمت الموساطق عليه في مجلس وزاري مش يمكن فلاحتنا اللي عنده إجاحة من جدولة ديونه مع البنوك وبالتالي استعادة الاستثمار الانتلاق موسم الزراعي تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لعلوم الهندسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين في اسفاقس لتستمر ثلاثة أيام يهدف المؤتمر وفق رئيسه الأستاذ زياد إدريس إلى تبادل المستجدات العلمية في العلوم الهندسية بين الطلبة والباحثين والصناعيين من بلدان مختلفة يهدف المؤتمر الهدية تبادل آخر المستجدات العلمية في علوم الهندسة بين الطلبة باحثين وأسادة وصناعين وهو ثمرة للعديد من الأعمال اللي وقع إنجازها خلال الفترة الأخيرة من خلال شراكة فعلية مع العديد من المكونات البحثية والصناعية داخل وخارج البلاد شراكة تونسية جزائرية مع عدة جامعات يشيكون معانا أونلاين زملاء من جامعة نوت الدهام من بريطانيا جامعة شناي من الهند جامعة بالير زملاء من جامعة بريس سيتخلل هذا الموعد تكريم العديد من الزملاء اللي أخيروا على شرف المهنة فلسطين في القلب عنوان أمسية سينمائية تحتضنها مساء اليوم دار الشباب حاج بالعيون من ولاية القيروان في إطار مهرجان بانورامال فيلم القصير الدولي التظاهرة تتضمن عرض فيلمين وثائقيين حول فلسطين مدير مهرجان بانورامال فيلم القصير الدولي كمال عويج والتفاصيل اليوم سوف نعذر فيلمين قصيرين فلسطينيين الفيلم وثائقي قصير بعنوان مية عشرين كيلومتر لمخرج وثيم خير والفيلم روي قصير بعنوان سدايين لتكفي لمخرج محمود أبو الشمسي وثائر المتولي لتخلله النقاش ومتخل في تار شباب حاشب عيون وفي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازير في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وصل منها للمستشفيات واحد وستون شهيدا ومئتان واحد وثلاثون مصابا آخر مستجدات الوضع الميداني في متابعة ليسين الفوغالي كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة بينها مخيم أنسيرات وجباليا ومدينة خانيونس في وقت يستمر فيه حصار شمال القطاع لليوم السادس ووسط استهدف متواصل لطيران المروحي للاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وانسيرات وسط القطاع من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاومها دمروا ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأوقعوا تاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لهيا الشمالي قطاع غزة وفي الأثناء فدت وسائل علام عبريتنا اليوم أن الجيش الإسرائيلي أصدر تصنيفا رسميا بأن غزة أصبحت ساحة قتال ثانوية وذلك لأول مرة منذ سابع من أكتوبر الماضي مع الإبقاء على الفرقة الأمامية النظامية لقيادة الجنوبية للإغارة على جباليا شمال القطاع لفترة متوقعة قد تمتد بذعة أسابيع وفي تصعيد للوضع على الساحة اللبنانية استهدفت غارة صهيونية اليوم بلدات عد جنوبي لبنان وبرج مراقب لقوات اليونيفال في الناقورة غدا تهجوم مماثل أدى لإصابة جنديين أندونيسيين من القبعة الزرق من جهة أعلن حزب الله استهدفت جمعات لجنود العدو في مواقع عدة ومهاجمته قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات العزر في حيفا تصعيد يأتي في وقت تواصل في التنديد الدولي بحادثات استهدف قوات اليونيفال العاملة جنوب لبنان تفاصيل الملف تقرير لقمر الغربي تقديم سمية الفرجاني أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية استشهاد 22 شخصا وإصابة أكثر من مئة أخرين في غارتين إسرائيليتين طالتا مساء أمس حيين سكنيين مكتظين في قلب العاصمة بيروت وتسببتا في دمار واسع وكشفت مصادر في حزب الله أن وفيق صفى مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وأحد الشخصيات المحورية في إدارة العلاقات السياسية والخارجية والأمنية فيها نجى من الغارة الإسرائيلية على منطقة نويري في بيروت واستهدفت غارات صهيونية اليوم بلدات بقضاء سور جنوب لبنان وكذلك برج مرقبة لقوات اليونيفل في النقورة من جهته أعلن حزب الله استهدفه بالسواريخ تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا وفي ثكنة يفتاح ومحيتها وكذلك في مستعمرة كفرسولد كما أعلن استهدفه تجهيزات فنية في موقع العبد وتحقيق إصابة مباشرة فيها ومهاجمته بالمسيرات الإنقضاظية قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إليعزر في حيفا وقالت مصادر صحفي عبرية إن إسرائيليا قتلا وأصيب أخر بجروح خطيرة ناتجة صاروخ مضاد للدروع أطلق باتجاه منطقة يرؤون في الجليل الأعلى مؤكدة رصد إطلاق ثلاثين صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى على الصعيد السياسي شدد رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي اليوم على أن سلامة لبنان وأمنه أولوية مطلقة مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بالقرار الأممي 1701 من جهتها أدانت الخارجية اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لقوات اليونيفيل مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق فيها واتخاذ موقف حازم وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال قمة دول جنوب شرق آسيا في لاوس حادث إطلاق النار على قوات اليونيفيل واعتبره عملا غير مقبول وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن لا يتكرر كما أعتبر المجلس الأوروبي استهداف القوة الدولية في جنوب لبنان عملا غير مقبول فيما أعربت روسيا والصين والنرويج واستراليا عن إدانتهم للحادثة وطالبوا بإجراء تحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها ويمثل قصف جيش الاحتلال لأحد أبراج المراقبة التابعة لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان يونيفيل وإصابة عدد من أفرادها انتهاكا صارخا للأمم المتحدة له أبعاد خطيرة في سياق الحرب الشاملة على الجبهة اللبنانية والشرق الأوسط تقرير ناجي بن جنت في تطور خطير يعكس استهتار الكيان الصهيوني بالمواثيق الأممية والعالم بأسره قام جيش الاحتلال بقصف أحد أبراج المراقبة التابعة لقوات حفظ السلام الأممية في لبنان يونيفيل في بلدة النقورة التي تضم مركز قيادة هذه البعثة مصفرا عن إصابة عدد من أفرادها في أوضح صورة عن القوة الصهيونية الغاشمة عملية تكتسي أبعاد خطيرة وفق الدبلوماسية الأسبق أحمد نيس هذا أمر لا فقط اختراق للقانون الدولي لكن اختراق لمفهوم الإنسانية ولوظائف الأمم المتحدة نسجلنا راكم لتجاوزات إسرائيل في الأراضي المستلة القضية لها أبعاد خطيرة جدا أولا ما معنى الثقافة السياسية العالمية المشتركة المتقاصمة خاني شيء المنظومة الدولية عاجزة منذ أخماش شهر عن تناول قضية الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد المدنيين صدقت إذن تحذيرات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حين نبهت أكثر من مرة من تزايد أنشطة جيش احتلال الإسرائيلي قرب مواقع البعثة الأممية وهو ما يقتضي من الأمم المتحدة التحرك بقوة ومسؤولية لوضع حد لهذا العدوان الصهيوني الخارج عن كل القوانين والمواثيق وفي بقية أخبارنا العالمية توقع محللون في الولايات المتحدة أن تصل خسائر شركات التأمين الناتج عن أعصار ميلتون الذي وصل إلى سواحل فلوريدا إلى 100 مليار دولار ووصل الأعصار إلى اليابسة خلال 48 ساعتنا الماضية بمستوى خطر من الدرجة الثالثة أعلنت لجنة جائزة نوبل في النورويج اليوم فوز المنظمة اليابانية نيهان هيدان كيو بجائزة نوبل لسلام لعام 2024 تقديرا لجهودها في مجال تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية بهذا وصلنا مستمعين الكرم إلى ختم نشرة الظهر للأخبار قدمتها إلى حضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية قمار الغربي وهذا تذكير بالعنوين اليوم إعلان نتاجين نهائية للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم بدء وصول شحنات من القهوة والشاي والسكر والأرز على أن ينطلق توزيع الأسبوع المقبل وفق وزارة تجارة الكيان الإسرائيلي يستهدف مجددا مقر اليونيفال في لبنان وسط تنديد دولي متنامن ويصنف غزة جبهة قتال ثانوية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة